حامي الديناصورات وفريق من الخبراء في مهمة لإنقاذ آلاف الأشخاص من مخالب الوحش الأقوى على وجه الكوكب اليوم سنلخص قصة فيلم جوراسيك وورلد يستعد الأخوان زاك وغري لرحلة إجازة مع عمتهم كلير إلى حديقة الديناصورات يرافقهما والداهما إلى المطار وتطلب كارين من زاك رعاية شقيقه الأصغر خلال الرحلة يستقلان العبارة إلى جزيرة إيسلا نوبلار موطن العديد من أنواع الديناصورات المختلفة عند وصولهم تستقبلهم مساعدة كلير زارا وتمنحهم حق الوصول لكبار الشخصيات لزيارة الحديقة دون الانتظار في الطوابير في هذه الأثناء تتعامل كلير مع بيروقراطيات الحديقة وتشرح للزوار أن العلماء قاموا بتطوير هجين جديد من الديناصورات يدعى اندومينوس ريكس وهو أكبر وأخطر من تيريكس بعدها تلتقي كلير بأبناء أخيها في مركز الابتكار حيث توجد العديد من الصور المجسمة للديناصورات والعظام المدفونة ليتمكن الأطفال من اللعب بها تعيد كلير الأولاد بأنها ستقضي معهم المزيد من الوقت في اليوم التالي بعد أن شعرت بخيبة أملهم تذهب كلير إلى غرفة التحكم ثم تقابل سايمون ماسراني مالك الحديقة ويسافرون بطائرة هليكوبتر إلى منطقة اندومينوس ريكس لمقابلة الديناصور الجديد يتضح أن اندومينوس ريكس ذكي ويحاول كسر الزجاج في مرعاه يطلب سايمون منكلير أن تأخذ أوين عضو سابق في البحرية الأمريكية لتفقد المرعى في مكان آخر يدرب أوين رابتورز على الطاعة ويظهر خوسكنس مقترحا استخدام الديناصورات كأسلحة في الحروب أوين يعترض على فكرة خوسكنس باستخدام الرابتورز كأسلحة مدعيا أنها حيوانات برية خلال الجدال يتحرر خنزير ويحاول أحد الموظفين إنقاذه لكن تسحابه الرابتورز وكانت على وشك مهاجمته يتدخل أوين لإنقاذ الموظف وتهدئة المخلوقات ينصح أوين العامل بعدم إدارة ظهره للقفص في الحديقة يهرب زاك من إشراف زارة لمشاهدة عرض تيريكس هو وغري لكن غري يشعر بالرعب من رؤية تيريكس يلتهم معزا تتوجه كلير إلى مسكن أوين وتطلب مساعدته بالتعامل مع اندومينوس ريكس أوين يردب من الفكرة ويشدد على أن علاقته مع الرابتورز قائمة على الاحترام المتبادل وليس السيطرة ينتهي الجدال بينهما وتخبره كلير أنها تنتظره في السيارة بينما تنصحه بتغيير قميصه لأن اندومينوس ريكس حساس للرائحة الشقيقان زاك وغري يواصلان مغامرتهما في الجزيرة ويشاهدان عرض الموساسورس وهو زاحف مائي ضخم حيث يستخدم الموظفون سمكة قرش كطعم لجذبه ذهبت كلير وأوين لمقابلة اندومينوس ريكس يلاحظ أوين أن الحيوان قد تربى في عزلة مما يجعله أكثر عدوانية يقدمون له الطعام لكنه لا يظهر ويكتشف أوين علامات مخلب على الحائط ويعتقد الجميع أن الديناصور قد هرب تتصل كلير بغرفة التحكم لتتبع الشريحة الموجودة في ظهر اندومينوس ريكس يدخل أوين وموظفان آخران إلى الحضيرة للتحقق من علامات المخلب ويفاجأون بأن الديناصور قد تسلق جدارا يبلغ ارتفاعه 12 مترا ولكن عند التحقق من النظام ذكر لوري أن الديناصور لا يزال في القفص وأثناء حديثه مع كلير أخبرها أن بعض الأشخاص دخلوا الحضيرة وأمر فريقه بإخراجهم تحاول فيفيان على الفور الاتصال بالفريق وتأمرهم بإخلاء منطقة الاحتواء التي يحاولون الهرب منها لكن اندومينوس ريكس يمنعهم من المغادرة ويبدأ الحيوان في مطاردتهم ويلتهم ضحيته الأولى ويفتح الموظف الثاني البوابة ويتمكن من الهروب بعد ذلك يغلق فريق التحكم البوابة على الرغم من وجود أوين بالداخل ويجب عليهم منع الاندومينوس من الخروج بأي ثمن لكن تمكن أوين من التسلل عبر الفجوة والهروب من الوحش لكن المخلوق تمكن من تخطيم البوابة وهو الآن حر يختبئ أوين تحت سيارة بينما يحاول حارس الأمن لاحتماء خلف مركبة أخرى لكن الديناسور يستطيع التعرف عليه من خلال رائحته وبعد تدمير الشاحنة يلتهمه يقطع أوين خرطوم الوقود ويصب البنزين على جسمه لتمويه رائحته ولحسن الحظ نجحت خطته ولا يستطيع الحيوان اكتشافه ويغادر في وقت لاحق تصل كلير إلى غرفة التحكم وترسل وحدة احتواء للقبض على ذلك الوحش يتلقى باري تنبيها ويتم تحذيره بشأن المخلوق الذي أفلت من الاحتواء ويرى هوسكنز أنها فرصة لاختبار الرابتورز بينما يقوم بعض الزوار بجولة جنبا إلى جنب مع الديناصورات يلاحق الجنود الخاصون اندومينوس لمحاولة احتوائه يصل أوين بغضب إلى غرفة التحكم يخبرهم أن الديناصور ترك علامة بمخالبه على ذلك الجدار لخداعهم وكانت خطته هي جعل البشر يعتقدون أنه هرب وتحاول كلير تهدئته بالقول إن هذا مجرد حيوان ولكن أوين يخبرها بأنه حيوان ذكي للغاية ويشكل خطرا كبيرا على الناس على الجزيرة ويكتشف أوين أن الجنود طاردوا ذلك الوحش بدون أسلحة فتاكة ويصرح سايمون أنهم لا يستطيعون قتله لأنهم استثمروا 26 مليون دولار في هذا المخلوق ويطلب منهم أوين إلذاء المهمة لأنه بدون أسلحة قوية سيموت هؤلاء الرجال تم تجاهل طلبه وتستمر المهمة يجد أحد الرجال قطعة من اللحم تحتوي على شريحة التتبع للإندومينوس أي إنه عرف مكان الجهاز وتمكن من التخلص منه وكان المخلوق مختبئا بين الأشجار في انتظار اللحظة المناسبة يهاجمه الجنود ببنادق الصعق ولكن هذا لا يؤدي إلا إلى جعله أكثر غضبا حيث يقتلون واحدا تلو الآخر بينما يشاهد الفريق بأكمله المأساة على الهواء مباشرة من داخل غرفة التحكم يطلب أوين منهم إفراغ الجزيرة لأن إندومينوس ريكس عبارة عن آلة قتل تم إنشاؤه في المختبر وأنه سيهاجم أي شيء يتحرك تقاوم كلير الفكرة لأنها إذا فعلت ذلك لا يمكن إعادة فتح الحديقة أبدا يستمر أوين في الإصرار على أن الطريقة الوحيدة لإيقاف هذا الشيء هي قتله لكنه لا يحصل على أي دعم لذلك قرر المغادرة وتركهم للتعامل مع هذا المخلوق بمفردهم قررت كلير إغلاق الجناح الشمالي للمنتجع بالكامل وأخلاء جميع الزوار من هناك يذهب سايمون إلى معمل الأبحاث حيث تم إنشاء ديناصورات الهجينة ويأمر هنري رئيس الباحثين بإغلاق جميع الأنشطة في ذلك المختبر يدعي هنري أنه فعل ذلك بناء على طلب سايمون لأنهم أرادوا حيوانات أكبر وأكثر رعبا كان أبناء أخي كلير يستغلون حرية عدم وجود زارة في الجوار للمغامرة في جولات أكثر خطورة هذه المرة تقرروا القيام برحلة في الجيروسكوب مركبة قوية لدرجة أنها قادرة على الصمود في وجه طلقة عيار خمسون ملي متر فجأة يتلقى الرجل الذي قام بتنسيق تلك الرحلة اتصالاً بأوامر بإغلاق وإخلاء المكان بينما يتأملان الحيوانات الجميلة المحمية من داخل الجيروسكوب يتلقى الصغار تنبيهاً يخبرهم للنزول من الكرة والعودة إلى الحديقة يقنع زاك جري بالبقاء بضع دقائق أخرى ويقرر كلاهما لاستمتاع بالرحلة لفترة أطول قليلاً تتصل كلير بيزارة وتطلب منها إعادة الأولاد إلى الفندق على الفور ولكن المرأة تبلغها أنهم اختفوا تتصل كلير بيزاك وتطلب منه ومن شقيقه العودة للفندق ويخبرها الصبي أنه داخل الجيروسكوب وبسبب التداخل في الشبكة لا يستطيع سماع ما تقوله عمته وينقطع الاتصال وتطلب كلير من لوري معرفة ما إذا كان هناك أي من الجيروسكوب مستخدم في الوادي ويتمكن الرجل من التعرف على السيارة وتطلب المرأة من فيفيان إرسال فريق لإحضارهم المشكلة هي أن حراس الأمن كانوا مشغولين بمحاولة القبض على المخلوق الذي كان طليقاً في الحديقة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة الصغار لذلك قررت كلير ملاحقتهم بنفسها قبل أن تغادر تطلب مساعدة أو في تحديد مكان أبناء أخيها يكتشف زاك بوابة مفتوحة تشير إلى منطقة مخضورة ويقرر الذهاب إليها مع شقيقه رغم اعتراض جري واجهوا أربعة من ديناصورات الأنكيلوسوروس ثم ظهر إندومينوس ريكس خلفهم وأثناء الرقض نحو فريسته يركل الحيوان الكرة ويدفعها بعيداً يحاول زاك الهروب لكن مركبته تم ركلها عدة مرات بواسطة الديناصورات وإندومينوس غير قادر على عضي ظهر الحيوان بسبب قشرته السميكة لذلك قلبه على ظهره والتهم رأسه على الرغم من أنهم مرعوبون يعتقد الإخوة أنهم آمنون داخل الكرة تتصل كلير بيزاك لكن الصبي مقلوب داخل الكرة وغير قادر على مد عليها يقترب المخلوق من الكرة ويتسبب في حدوث شرخ في الزجاج ويحاول التهام الكرة ولكن فمه ليس كبيراً بما يكفي لذلك يبدأ الوحش في صدم الكرة بالأرض لكسرها وفي هذه الأثناء يخلع زاك أحزمة الأمان ويركض كلاهما إلى قمة الشلان ولأنهما محاصران خيارهما الوحيد هو القفز في الماء بتشجيع من شقيقه الأكبر تمكن جري من القيام بذلك ويهرب الاثنان من المخلوق أوين وكلير في طريقهما إلى الوادي يجد الاثنان العشرات من الديناصورات الميتة بينهم أبا توصور أصيب بجروح خطيرة وكان بين الحياة والموت يحاول أوين تهديئته في الدقائق الأخيرة من حياته وتأثرت كلير بالمشهد ولأول مرة تكون فيها المرأة على اتصال وثيق مع تلك الحيوانات وتدرك أنهم يعانون أيضاً مثل أي كائن حي آخر وعندما يدرك أوين أن إندومينوس لم يلتهم الديناصورات توصل إلى استنتاج مفاده أن هذا الوحش يقتل فقط من أجل المتعة فقط وبعد بضعة أميال وجدوا مركبة الأولاد محطمة وتجد كلير هاتف زاك مدمراً وتصاب باليأس لكن أوين لاحظ آثار الأقدام في الوحل وأخبرها أنهم قفزوا من الشلال ثم يستعدا لملاحقتهما أثناء محاولتهما الهروب من تلك الغابة الرمادية بعد وقت قصير من اكتشاف زاك لسيارة محطمة أدرك أنه وصل إلى أنقاض حديقة الديناصورات القديمة دخلوا ذلك المكان ووجدوا سيارات الاستكشاف المهجورة وقام الصبي بإصلاح إحدى المركبات ثم بادروا ذلك المكان في غرفة التحكم سايمون يكتشف أن الحيوان يتحرك أكثر فأكثر جنوباً حيث تم تجميع الزوار ثم يظهر هوسكنز ويخبره أنه درس الرابتورز لمدة عامين ادعى بعد ذلك أن حيواناته يمكنها تعقب الوحش ومطاردته لكن الملياردير صرح بأنه لن يسمح بإطلاق أي رابتور على تلك الجزيرة وبدلاً من ذلك قرر أن يطير بطائرة هيلوبيبتر ويأخذ بعض العملاء المسلحين بأسلحة مناسبة للقضاء على هذا المخلوق بعد دقائق قليلة يصل الاثنان إلى أنقاض الحديقة القديمة ويجد أوين قميص أحد الأولاد ملقى على الأرض ينوي الرجل تشريل السيارة الثانية لملاحقتهم لكنه يتفاجأ بوصول إندومينوس ريكس يقترب الوحش منهم ولكن سرعان ما تراجع وعندما يعتقدون أنهم آمنون يظهر المخلوق مرة أخرى ويحطم السقف ويهرب الاثنان بعيداً تظهر مروحية سايمون وتذكر فيفيان أنها رصدت المخلوق جنوب القفص يقوم الفريق بإنزال المروحية قليلاً حتى يتمكن من إطلاق النار على المخلوق يخترق الحيوان حواجز القفص ويطلق مئات من التير الصورات الذين يصطدمون بالمروحية لتسقط على القفص وتنفجر ويقتل كل من كان بداخلها يرقض الاثنان إلى الغابة لحماية أنفسهم من تلك الحيوانات الطائرة عبر الصغار البوابة وهم على وشك الوصول إلى الحديقة يلاحظ غري وجود التير الصورات ويطلب من شقيقه الإسراع زارة تتصل بكلير وتخبرها أنها وجدت الأولاد من خلال كاميرات المراقبة كانوا بالقرب من البوابة الغربية تطلب منها كلير البقاء هناك ووعدتها بأنها ستصل قريباً يطلب أوين منها ركوب دراجته النارية ويتوجهان معاً إلى الحديقة وسرعان ما تصل التير الصورات إلى المكان الذي تم تجميع الزوار فيه لتحدث مذبحة كبيرة هناك وسط الفوضى يظهر أوين وكلير وتجد زار الأولاد وتحاول إيصالهم إلى بر الأمان ولكن ينتهي الأمر بالمرأة بالقبض عليها وإلقائها في المياه تلاحقها التير الصورات ويتمكن أحدهم من الإمساك بها لكن المرأة والمخلوق يلتهمهم الموسى سورسو معاً بينما يطلق الجنود النار على تلك الوحوش تبدأ كلير بالصراخ على الأولاد وفجأة يظهر الأولاد ويطاردهم تيراسور وكان على وشك الوصول إليهم ولكن يتم إطلاق النار عليه بينما يتعرض أوين للهجوم ويجب عليه محاربة المخلوق للبقاء على قيد الحياة تساعده كلير بقتل الحيوان بالمسدس يشكرها أوين وعندما ترى الأولاد تجري نحوهم وتسحبهم بعيداً عن ذلك المكان يستدعي هوسكنس رجاله ويغزو غرفة التحكم مستذلاً وفاة سايمون ليتولى السيطرة على العمليات طرد هوسكنس الفريق الأصلي وعين فريقاً جديداً يتصل لوري بكلير لإبلالها بما يحدث عند معرفة أوين بنية هوسكنس يغضب ويتوجه إلى مقر الرابتورز ليلاً حيث يلكم هوسكنس ويأمره بالمغادرة هوسكنس يصر على أن العملية ستتم بمساعدة أوين أو بدونها لتقليل الأضرار المحتملة يقرر أوين إتمام المهمة لأنه الوحيد الذي تثق به الرابتورز الخطة تتضمن أن تشم الرابتورز الهدف وتحاصره ثم يطلق الجنود النار على اندومينوس ريكس ويطلب أوين ألا يطلق النار على الرابتورز تحت أي ظرف من الظروف تطلب كلير من أبناء أخيها لاختباء في الشاحنة أثناء جلوسها على كرسي القيادة لتكون جاهزة للهروب يسمح أوين للرابتورز بشم قطعة من اللحم التي كان بها جهاز التتبع ثم يطلق سراحهم يلاحقهم بعض الجنود ومن خلال الكاميرات التي ربطوها على رؤوسهم قادرون على متابعة كل ما تراه تلك الحيوانات تتوقف الرابتورز عندما يصلون إلى موقع معين ويبلغ أوين الفريق أنهم عثروا على شيء يستعد له الجنود ويظهر الاندومينوس لكن يبدو أن الرابتورز تبدأ في التواصل مع المخلوق ويدرك أوين أن هناك خطأ ما ويدرك الرجل سبب عدم رغبتهم في الكشف عن نوع الحمض النووي الذي يمتلكه الوحش لأن نصفه رابتور يأمر هوسكنز جنوده بإطلاق النار يتعرض اندومينوس ريكس للتفجير ولا يزال الحيوان ينهض ويتمكن من الهروب الآن سيتعين عليهم التعامل مع الرابتورز لأنها أصبحت أهدافهم الجديدة يجد أوين واحدا منهم ويحاول التواصل لكن جنديا آخر يرسل قنبلة ويفجر الحيوان بعد أن أدركوا أن الخطة قد صارت بشكل خاطئ يهرب الجنود تاركين أوين وشركه باري يختبئون داخل جذع شجرة ولكن سرعان ما وجد أن الحيوان يحاول سحبه للخارج لكن أوين يستخدم دراجته النارية لجذب انتباهه ويبدأ الديناصور في مطاردته كلير تتابع كل شيء على الكاميرا فجأة يظهر جندي ملطخ بالدماء من نافذة الشاحنة ويحاول الصعود إلى الجزء الخلفي من السيارة ولكن تم القبض عليه في النهاية أثناء قيادة المرأة يظهر ديناصور آخر ويخترق نافذة الشاحنة لكن كلير تمكنت من طرده لا تستسلم المخلوقات وتواصل مطاردة السيارة تمكنت كلير من دهس أحدهم ولكن بلو لا يزال يلاحقهم ويجد غري بعض البنادق الصاعقة وبمساعدة زاك تمكن من صاعق الحيوان بالكهرباء وبالتالي كسب الوقت للهروب يظهر أوين على دراجته النارية ويطلب من كلير أن تتبعه في غرفة التحكم يطلب من جميع الموظفين المغادرة حفاظا على سلامتهم تخبر فيفيان لوري أن هناك قاربا ينتظرهم لكن لوري يقرر البقاء حتى يتم التأكد من سلامة جميع الأشخاص في الجزيرة يصل أوين وكلير والأولاد إلى مركز الابتكار ويدخلون للعثور على مأوى وعندما يصلون إلى المختبر يجدون هوسكنز وفريقه كانوا يخزنون الأجنة المتبقية ويعتزمون أخذها بعيدا لإجراء مزيد من الاختبارات ويكشف هوسكنز أن الطبيب يعمل لصالح فريقه وأنهم يعتزمون استخدام جينات اندومينوس ريكس لإنشاء أسلحة حية تخدم القاعدة العسكرية للبلاد ثم يظهر أحد الرابتورز ويلتهم هوسكنز أوين وفريقه ينتهزون الفرصة للفرار وتمكن جري من تشريل إحدى الصور المجسمة للديناصورات لإلهاء المخلوق والحصول على بضع دقائق أخرى للهروب لكن اثنان آخران من رابتورز ينتظران بالخارج يحاول أوين التواصل مع بلو وهذا هو أمله الأخير في الخروج من ذلك المكان حيا في هذه المرحلة يظهر اندومينوس ريكس ويبدأ محادثة مع الرابتورز ومع ذلك قرر بلو البقاء بجانب أوين وينتهي به الأمر بالتعرض للهجوم أثناء محاولته حمايته يتحد الرابتورز الآخرون وينطلقون لمهاجمة الديناسور ينضم أوين أيضا إلى الهجوم ويطلق النار على المخلوق لدى كلير خطة لمساعدتهم وتطلب من أبناء أخيها الانتظار حتى تعود يتمكن الوحش من التخلص من الرابتورز ويعود لأوين والأولاد تتصل كلير بلوري وتطلب منه فتح بعدك تسعة يحاول رفض الفكرة ولكن في النهاية استجاب لطلبها تفتح البوابة وتستخدم كلير شعلة للفت انتباه تيريكس ويبدأ في الركض خلفها ترمي المرأة الشعلة نحو اندومينوس ويهاجمه تيريكس تدخل الديناسورات في معركة وحشية ولكن تيريكس في وضع غير مؤات فهو على وشك خسارة المعركة ولكن يظهر بلو لمساعدته ثم يتعاونان للقضاء على هدف مشترك بينما تحاول كلير والآخرون البقاء على قيد الحياة وسط هذه المعركة يجبرونه على الاقتراب من البركة ويظهر موساسوروس ويمسك اندومينوس من رقبته ويسحبه إلى الماء يقرر تيريكس ترك البشر بسلام ويغادر وقبل أن يغادر بلو يقول وداعا لأوين في صباح اليوم التالي حيث كانوا جميعا خارج الجزيرة ويتلقون الرعاية الطبية مع الجرح الآخرين ظهر والداء صبيان وهما يتعانقان وكانت كارين سعيدة للغاية لرؤية أختها كلير تذهب كلير للتحدث مع أوين بعد كل المشاكل التي مروا بها معا يغادر الزوجان مع وعد بأنهما لن يفترقا والآن تيريكس طليقا فما رأيك في هذا الفيلم أخبرنا في التعليقات أدنى وإذا أعجبك الفيديو ضع إعجابك واشترك للحصول على المزيد من ملخصات الأفلام أراك المرة القادمة إلى اللقاء